بالعودة مرة أخرى للأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي برحب حضرتك يا فندم مجدداً يعني بالتأكيد كنا بنستمع لأراء المواطنين في الشارع المصري من خلال ما رصدته كاميرا إكسترا نيوز خلينا نلقي الضوء في البداية عن أهم الموضوعات وأهم الملفات بتهم المواطن المصري خاصة وأنه سيد رئيس عبد الفتاح السيسي يعني تحدث بشكل واضح في أولوية الحكومة الجديدة ستكون لملف بناء الإنسان وقطعات الصحة والتعليم الحماية الاجتماعية يعني هذا ما جاء فيه مقدمة أجندة الحكومة الجديدة هو بناء الإنسان المصري فضل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تكليفات محددة لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدولي تكون من خلالها يعني مهام الحكومة الجديدة مهام محددة ومعلومة مصدقا أعتقد أن هذه الحكومة هي حكومة جني أستمار أستمار السنين أستمار الجود التي تدخصت سوال يعني الفترات السابقة إحنا الحمد لله أستمار بنية تحتية قوية أمس الرئيس استطاع أن يؤسس بنية تحتية قوية جاذبة لإنستمار هناك استمارات كثيرة متعددة في كل المجالات الآن نحن في مرحلة جني أستمار بحيث أن المواطن المصري يشعر بهذه التنمية وبتلك الجهود في مجال العدالة الاجتماعية في مجال الصحة في مجال بيئة العمل المناسبة لأجل أن نستطيع أن نفتح آفاق جديدة للمواطن المصري مواطن المصري يحتاج الآن إلى مهود لأجل أن يشعر بقدر من السوائد عندنا عدد فائل من السباب يحتاج إلى بيئة عمل من العسبة يعني تقوم باستيعابه احنا عايزين نستفيد من مقدرة مصر وكذلك المواطن المصري محتاج الآن اهتمام بموضوع ارتفاع الأسعار محتاج أنه يشتغل ومحتاج أنه يقوم بتعزيز قراته النجاح بذلك الحكومة القادمة محتاجة تنزل شوية للشعب يعني تخاطب الشعب ومحتاجين حاجة مهمة كمان أن السادة المحافظين الجدد يبقوا جزء من خطة الحكومة بمعنى أن المحافظين ما يبقوش جدر منعجلة كل محافظ بيطبق يعني سياسة خاصة به وبمحافظته لا أنا شايف أن كل محافظ لازم يستوقع بخطة الحكومة ويعمل بالتنفيق الكامل والتام معها علشان الشعب في كل محافظات مصر يشعر بأثار تلك التنمية يعني نقدر نقول أنه تكاتف الجهود ما بين رؤساء الوزرات وأيضا المحافظين وأيضا يعني من هم سوف يتم اختيارهم كمساعدين للمحافظين من الشباب ودي أيضا جزئية مهمة جدا إشراك الشباب وأنه يكون في كفاءات شبابية يتم دمجها أيضا في العمل السياسي ده برضو أمر مهم جدا يعني نقدر نقول أنه أيضا الحكومة الجديدة مطلوب منها أنها تتابع جهود الدولة وتواصل جهود الدولة في مسألة بناء المجتمع كحضرتك رئيس لحزب الشعب الديمقراطي إيه هي المطالب اللي بتشوفها ضرورية تتخذها الحكومة الجديدة في مسألة الأمور السياسية فكرة أنه أيضا يعني يتم الاتخاذ بكل مخرجات الحوار الوطني اللي بتأكيد كنتوا جزء منه هذا حقيقي إحنا كأحزاب سياسية وكحزب الشعب الديمقراطي هو أحد أحزاب تحالف الأحزاب الديمقراطية عن مكاومة 42 حزب نطالب الحكومة الجديدة بأنها تقوم بتنفيذ يعني توجيات فحامة الرئيس بتوسيع المشاركة السياسية توسيع المشاركة السياسية تعني التفاعل مع الأحزاب وتتفاعل مع القوة السياسية على شأن منظلة العمل المسياسي والحزبي تسع لكل المواردين عندنا شباب سياسي نحتاج بمشتغل نحتاج بالجميع من الاختصادية على شباب ميزة البطالة بس العمل المبتوح أنا عارب أن تسعيل مهود الخدمة العامة وإعادة نظام الخدمة العامة في مصر يثل بأنه نقضي على البطالة الشباب اللي مش مجمد أو مش مجمد ينزل ومية بكده هيبقى مفيد من الجهة دي هيرقى من خدراتها كمال هيعزل من خدراته تساعد أن الشباب المصري أثناء عدد كائل من الشباب لها حوالي كمية النية من جعبة مصر شباب تغير خليجين لتكون الخدمة البطالة ليش قط ليش محلوبة ليش محلوبة يعني لو بإمكانك تتواجد في مكان الشبكة في تكون جيدة علشان أقدر أسمع حضرتك بوضوح حضرتك كده كويش يا فندي تمام اتفضل يا فندي يعني أنا أرى أن جهود الخدمة العامة وتحقيق الخدمة العامة هاتف فرصة للشباب اللي اخذوا البلد والجهات الحكومية المختلفة هاتف جيب فرصة للقضاء على البطالة للقضاء على المشاعر السلبية بقى للشباب حيبقى فيه تراكم خبرات حيبقى فيه رفع المستوى الخدمات في كل جهات الحكومية بالتأكل هنا فيه جهات حكومية كتيرة بتشكو من نقف العمالة فيها يتبقى الناس اللي بتطلع معاش أو غيره عندي 60% شباب في البلد يبقى الشباب دول يتبقى يشتغلوا مفقا لقانون الخدمة ده جزء بسيط جدا من الحلول احنا كأعزاج سياسية ملتصيقين بالمواطنين موجود عندنا أمالات في كل المحافظات صحيح فقامة الرئيسي الاعظام قبلة الحياة للحياة السياسية لدعوته للحوار الوطني اللي بنترقب جلساته القادمة عشان المحور الاقتصادي واهم جزء المحور الاقتصادي هو القوى العاملة لو عندي فلوس انا هتخدمها الجاي من غير المال لازم استخدم الناس في تفعيل الاستثمارات واستثاب الخبرات بالإضافة إلى ما سوف تجميل مصر من مكاسب لتركب الخبرات لدى هؤلاء الشباب كل شبه يبدأ في مجاله كل شبه بقاطرة للتنمية عندنا أهم عنصر من السروة في مصر هو الإنسان يعني بالتأكيد الحكومة الجديدة أمام حزمة من التحديات لمواجهة وتطوير مؤسسات الدولة والبناء على ما تم إنجازه خلال الفترات السابقة وبالتأكيد هي أمام اختبار حقيقي ليس فقط أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أو مجلس النواب ولكن أيضا أمام اختبار حقيقي أمام الشارع المصري والمواطن المصري في تقييم أداءها ودورها أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي شكرا جزيلا شكرا جزيلا